معنا الأستاذ أحمد وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي واحترامي وتقدير لحضراتكم وفريق العمل أهلا وسهلا بحضرتك ومع أرق الأمنيات بالتوامي السداد والتوفيق إن شاء الله يا رب بحقيقة المستحيل صلى الله عليه وسلم مع أهلا وسهلا بحضرتك أستاذي بس عايز أعرف بس تفسير مفصل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الموت وفي يده فسيلة وأستطاع أن يغلسها فليغلسها هل في هذا تشبث بالحياة الدنيا؟ أقول لحضرتك السؤال اللطيف شكرا للسؤال ده يا أستاذ أحمد السؤال ده لي مثلا على الأقل أنا جامع فيه أكتر من سبع تفسيرات أنا أقول لك تفسيرين مهمين جدا التفسيرين المهمين جدا جدا هو التفسير الأول اللي هو بيقول أن المسلم لا ينقطع أمله في الله سبحانه وتعالى على كل حال حتى وإن كان القيامة تقوم فهو ما زال متعلق بالأمل في الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث أنا أسميه حديث الأمل يعني أحديث الأمل وإحنا الحديث ده أنا أجعله من الأحديث اللي نشرحها في حلقات يوم الأربعاء اللي احنا بنخصصها لشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدخل حضاري فأنا بسميه حديث الأمل إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها يعني إيه هو بيعلمك إزاي يكون عندك أمل في الله الأمر الثاني الأمر الثاني أنه هو بيعلمنا أن جزء من هوية الإنسان هو حب العمران جزء من هوية الإنسان حب العمران اللي هو إيه بقى؟ إن الإنسان بيحب العمران حتى لو كان اللي ظهره في الحياة كلها إن الحياة انتهت لكن حبه للعمران هيخليه يغرس الفسيلة حتى لو كان العمران بينهدم فعشان كده الحديث ده من أبرك ومن أبدع ومن أجمع كلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتدل على مكونات وهوية الإنسان إن العمران جزء من هويتنا يعني عمران حبنا للخير حبنا للنماء حبنا للتنمية حديث بيكرس ده فينا أنا مش عايز أشرح أكتر من كده عشان مش هيبقى لنا حاجة نشرحها في الحلقة عن خصصها لشرح هذا الحديث